نور نور مغامرات نور مرحبا يا أصدقاء هذا ديدي وأنا نور الحقيب هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور مغامرات نور مغامرات نور هيا نتحرك جميعا مع نور نمنحونني الطاقة حين تتحركون معي سنعطيك الطاقة يا نور سوار الطاقة يشع عندما تتحركون نور 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 مغامرات نور قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدات أتحرك عندما تتحركون وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها مغامرات نور مغامرات نور مغامرات نور هيا نتحرك جميعا مع نور تاقة نور القسوة مغامرات نور مغامرات نور لقد زينك أحد ما ها؟ لقد فعل أحد ما هذا وأنا نائم مغامرات نور يبدو أن أحدا يتولى تزين الجميع هنا لكن من؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا الحكيم ساعدوني في العثور عليه هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيرا يا أصدقائي علينا أن نتحرك كثيرا لننجح في هذا لنذهب إلى منطقة نور منطقة نور هيا يا أصدقاء أفسه مكانا أمامكم تتحركون فيه أبعد اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم أفسه المكان في المنطقة أو الشاكنة هكذا نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم قفوا في منتصف منطقة نور أشيروا بإصبعكم هكذا حركوه على شكل دائرة واصلوا أسرع 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 حين تتحركون معي تمنحونني الطاقة ويشعوا صور الطاقة أيضا عندما تتحركون هكذا يا رفاق ستنجحون أشعروا بطاقتكم والآن الإصبع الآخر لوف 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 سيأتي الحكيم الآن طاقة نور القصوى الحكيم نعم نجحنا يا أصدقائي لقد جاء الحكيم مرحبا ديدي ونور ماذا يجري هنا حسنا أيها الحكيم كنا نأمل أن تخبر لمن الذي لا تخبروني لا تخبروني أحد ما يقوم بتزيين الجميع هنا كيف عرف هذا بالحكمة طبعا ترى من هو فلنرى كما توقعت إنه وحش التجميل وحش ماذا؟ يسعد وحش التجميل بتزيين الحيوانات التي تنبح أو تموء أو حتى تصل أي حيوان يطير أو يمشي أو يزحف سيزين جميع الحيوانات هل تعني أن وحش التجميل لن يتوقف قبل أن يزين جميع الحيوانات؟ أخشى هذا يا نور لكن لا يرغب الجميع في تزيين حيوانتهم أو حتى التنانين هناك حل لهذه المشكلة سنبحث عن وحش التزيين ونمنعه من تزيين جميع الحيوانات في العالم للعصول على وحش التزيين عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث انظروا وحش التزيين ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التزيين أشكرك يا حكيم لا شكر على واجب من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقاؤك الآن سنبحث عن ثلاثة أبواب علينا أن نجري الآن ليظهر الباب الأول هل أنتم في منطقة نور؟ رائع عندما أعد حتى ثلاثة اجروا ماي واحد اثنان ثلاثة شكري هذه مصفة الأبواب هيا يا أصدقاء هيا أجروا بسرعة أو ببطل لكن ساعدوني هيا هيا يمكنكم السير أو الماشي لكن لا تتوقفوا أوه 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 الخفض مستوى الطاقة اجروا معي يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشعوا سوار الطاقة أيضا عندما تتحركون اجروا جميعا سيظهر الباب الآن طاقة نور القصوى اجروا يا أصدقاء الباب نجحنا يا أصدقائي لقد ظهر الباب الأول انظري ما هذا؟ هذا أبو بوريس إنه نوع من العظايا تبدو تصريحة شعره متحكة الباب موصد نحتاج إلى المفتاح أساح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل سعدتمونني؟ هذا أمر رائع قفوا مستطيبين كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع تمددوا تمددوا معي لنمسك بالمفتاح تمددوا عليك مضوا أيديكم قفزوا أمسكنا بالمفتاح أحسنتم يا أصدقاء لندخل من بابي أبو بوريس هيا متجر حيوانات انظروا إلى حيوانات أبو بوريس ذات التسريحات المضحكة يا أصدقاء وانظري إلى هذا شكل الحيوانات مضحك هل ترون الباب الثاني يا أصدقاء؟ انظري ها هو هناك على الجانب الآخر من المتجر هذا الأمر سهل جدا تحرك أيها البطريق يبدو أنه صاحب متجر الحيوانات لماذا لا يريدون نمر؟ هذا متجر حيوانات البطريق كان وحش التجميل هنا اليوم وزين الحيوانات بشكل مضحك لكن تمكنت بعض الطيور من الهرب عندما فتح وحش التجميل باب القفص عليكم أن تعيدوا الطيور إلى قفصها وسيساعدكم الريش العجيب على الطيران مثلها نطير عاليا في الهواء بالريش العجيب كي نعيد الطيور إلى القفص؟ كيف نفعل هذا؟ للطيران عاليا في الهواء بالريش العجيب اختاروا حركة من الحركات الحركات هل سعتمونني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلق كي نطير عاليا بهذا الريش ونعيد الطيور إلى القفص؟ القط المتسلل الخفراش المرافر الفيل ثقيل الخطوات الخفاش المرافرف أحسنتم هيا يا أصدقاء علينا أن نرافرف بأذرعنا مثل الخفاش لنتمكن من الطيران بهذا الريش العجيب انظروا إلي ديدي سعيد جدا لأنه يرافرف هيا نرافرف مثل الخفاش ما زلتم في منطقة نور؟ يا عندما أقول ثلاثة تحركوا ماي واحد اثنان ثلاثة رفرف لنرافرف بأذرعنا يا أصدقاء افردوا أجنختكم رفرفوا ماي كي نطير عاليا هيا نرافرف بكل قوة يا أصدقاء ساعدوني في إعادة هذه الطيور إلى الخفز او 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 احتجوا إلى الطاقة لنرافرف معا يا أصدقاء تنحونا لي الطاقة حين تتحركون معي ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون نعم أجنب تساعدوني الآن أشعر بطاقتكم طاقة نور القنوة لنوافل الرافرفة يا أصدقاء هيا نرافرف يا أصدقاء بقي طائر واحد نجحنا يا أصدقاء أعدنا جميع الطيور إلى القفز نجحنا يا أصدقاء بفضلكم هذا وقت رقصة نور لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا هيا رقصوا هذا رقص رائع يا أصدقاء الباب الثاني انظري كلب تسريحة شعره مضحكة أعتقد أن وحش التجميل فعل هذا وحش التجميل موسد نحتاج إلى مفتاح آخر هل سعتموني؟ هذا رائع كيف مستقيمي؟ كأنكم شجرة على أطراف الأصابع تمددوا تمددوا معي يا أصدقاء تمددوا معي ومتوا أيديكم اقفزوا أقفزوا أقفزوا ها هو أشكركم يا أصدقاء لندخل من باب الكلب ذي التشريحة المضحكة بقي لكن لا أرى موسمة بقي كلاب هيا يا جيم جيم لا وقت للعيب مع الكلاب يجب أن نواصل الطريق هل ترون الباب الثالس يا أصدقاء؟ انظري هيا هو هناك على الجانب الآخر من الحديقة هيا يا أصدقاء يبدو أن هذا الأمر سهلا هاي تحرك أيها القرد لماذا لا يسمح لنا هذا القرد بالمرور؟ هذه حديقة تنزه الكلاب يحتاج القرد الذي يرعى الكلاب إلى مساعدتكم انظروا لقد زين وحش التجميل الكلاب وهي الآن تقفز بجنون مثل الضفادع تريد أن تتخلص من الضرائط المزعجة ساعدوه في إمساك الكلاب بالتحرك بسرعة ذهابا وإيابا نتحرك بسرعة كي نمسك بالكلاب؟ يا لها من طريقة عجيبة للتحرك بسرعة ذهابا وإيابا وإمساك الكلاب اختاروا حركة من الحركات الحركات هل سعدتموني في اختياري إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة ذهابا وإيابا ونمسك بالكلاب البطريقة المتهادي الصرصورة الزاحف الثعلب المراوغ الثعلب المراوغ؟ أحسنتم هيا يا أصدقاء كي نتحرك بسرعة ونمسك بالكلاب علينا أن نراوغ 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 مثل الثعلب أنظروا إلي يدي يراوغ مثل الثعلب لنراوغ مثل الثعلب ما زلتم في منطقة نور؟ هذا أمر رائع عندما أقول ثلاثة اجروا معي واحد اثنان ثلاثة جاري قطوات سريعة ثم راوغ نجري ونتوقف ثم ننطلق هيا أمسكنك البل أحسنتم يا أصدقاء واصلوا الجاري هيا نراوغ يا أصدقاء مثل الثعلب كي نمسك هذه الكلاب تحركوا معي أه أحتاج إلى الطاقة أعضوا معي يا أصدقاء تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون نعم أنتم تساعدونني الآن أشعر بطاقتكم طاقة نور القصوى لنراوغ مثل الثعلب طبقا كلب آخر كي نصل إلى الباب واصلوا الجاري نعم نجحنا يا أصدقاء أمسكنا الكلاب ذات التسريحة المضحكة نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا هل يرقصوا هل يرقصوا معي رقص رائع يا أصدقاء أمسكنا كلب صغير ضريف يريدك أن تسرح شعره يا ديدي هذا يبدو رائعا عاد شعروك ميكين يجب أن تعيد تسريح يجب تسريح شعر هذا الكلب طول الوقت مهما قمنا بتسريح شعره سيحتاج إلى تسريح من جديد دائما أمر ناجيب احتفظ به يا ديدي من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم الباب الثالث وحش التجميل آه ليس موسادا هيا يا أصدقاء لنمنع وحش التجميل هذا من تزيين جميع الحيوانات انظروا إلى مستحضرات التجميل هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ وحش التجميل إنه يحب التجميل بالفعل إذا عثر على شيء يمكنه أن يقوم بتزيينه طوال الوقت سيدعو الحيوانات الأخرى وشأنها هذا هذا انتظر يا ديدي لا يمكنني تسريح شعر الكلب الذي معك أحاول أن أفكر في شيء يمكننا إنه الكلب الذي يحتاج إلى تسريح يمكن لوحش التجميل أن يسرح شعره بلا مالل أيها التنين أنت عبقري جرب انظروا يا أصدقاء يا وحش التجميل انظر إلى هذا وحش التجميل في سعادة وهناك لقد عاد الطائر الأزرق إلى طبيعته هذا رائع تيدي يا إلهي هل هناك وحش تجميل آخر؟ ربما تنين تجميل نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء بنعنا وحش التجميل من تزيين جميع الحيوانات في العالم أشكركم هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة أفضل رقصة من الرقصات نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور هيا رقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا أرقصوا مع الحقاعد تذكروا تحركوا ولا تتوقفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ديدي وأنا نور الحقيم هل أنتم مستعدون مغامرة نور مغامرة نور مغامرة نور هيا نتحرك جميعا مع نور نمنحونني الطاقة حين تتحركون معي سيواتيك الطاقة يا نور سوار الطاقة يشع عندما تتحركون نور 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 مغامرة نور قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة أتحرك عندما تتحركون وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها مغامرة نور مغامرة نور مغامرة نور هيا نتحرك جميعا مع نور طاقة نور القزوى أصدقائي لحسن الحفظ أنتم معنا يتعلم التنين ديدي قفز الكرات انظروا حسنا يا ديدي ها هي أخرى انظروا إلى هذا من أين جاءت نسمة الهواء القوية هذه؟ لا أعرف أووه أوووية أووه يجب أن نعرف من أين تأتي طيارات الهواء القوية نعم شخص واحد يمكنه مساعدتنا الحكيم نعم، ساعدوني في العثور عليه هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا لنذهب إلى منطقة نور منطقة نور هيا يا أصدقاء أفسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه أبعدوا اللعب من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم أفسحوا مكاناً في منطقة هكذا نعم نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم قفوا في منتصف منطقة نور أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا حركوه على شكل دائرة واصلوا اللف لوف 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 تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون هيا يا رفاق ستنجحون أشعر بطاقاتكم والآن الآخر لوف 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 سيأتي الحكيم الآن طاقة نور القصوى الحكيم نجحنا يا أصدقائي لقد جاء الحكيم مرحباً ديدي ونور يسعدني أن أرى أن وحش العطس لم يطيركم بعيداً هل تعني أن هذه الطيرات القوية هي في الحقيقة؟ عطاس؟ من هو وحش العطس؟ سأريكم الآن وحش العطس صغير الحجم لكن عطاسه قوي وسأخبركم السبب فهو يعيش في منزل مليء بالغبار وتنتشر فيه شبكات العناكب تسبب له شبكات العناكب العطاس لكنه لا يستطيع الوصول إليها ماذا يفعل الآن؟ هل تعني يا حكيم أن وحش العطس سيظل يعطس إلى الأبد؟ أخشى هذا يا مور عطسة قوية هناك حل لهذه المشكلة سنبحث عن وحش العطس ونمنعه من العطس قبل أن يدمر العالم بعطاسه للعثور على وحش العطس عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث انظروا وحش العطس ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش العطس أشكرك يا حكيم لا شكرا على واجب والآن من الأفضل أن تذهب أنت وأصدقائك سنبحث عن ثلاثة أبواب علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول هل أنتم في منطقة نور؟ رائع عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي واحد اثنان ثلاثة جاري غرفة الأبواب هيا يا أصدقاء اجروا بسرعة أو ببطء لكن ساعدوني هيا هيا يمكنكم السير أو الماشي لكن لا تتوقفوا أو أو انخفض مستوى الطاقة اجروا معي يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشيع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون اجروا جميعا سيظهر الباب الأول طاقة نور القصوى اجروا يا أصدقاء الباب نجحنا يا أصدقائي لقد ظهر الباب الأول انظري برتقالة يم أحب البرتقال لنرى إذا كان هناك المزيد موصل نحتاج إلى المفتاح مفتاح طائر هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل سعدتموني؟ هذا أمر رائع قفوا مستقيمي كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع تمددوا؟ تمددوا معي لنمسك بالمفتاح تمددوا عليّاً مضوا أيديكم اقفزوا أمسكنا بالمفتاح أحسنتم يا أصدقاء ألن تقشر هذا الباب يا جيدي؟ فهمت؟ البرتقال لندخل من باب البرتقال واو انظر إلى بستان البرتقال الجميل هذا هو مجموعة إنسان الغاب هل ترون الباب الثاني؟ انظري ما هو هناك؟ إنه على الجانب الآخر هذا الأمر سهل جداً هذه عطسة قوية جداً أسقطت العطسة القوية البرتقال من على الشجر هيا نصل إلى الباب لماذا يمنعوننا من المرور؟ هذا مستان برتقال إنسان الغاب تنمو فيه ثمرات البرتقال الكبيرة واللذيذة يهز عطس وحش العطس شجر البرتقال تحتاج مجموعة إنسان الغاب إلى مساعدتكم كي تنقذ ثمار البرتقال من السقوط يجب أن تتحرك بسرعة وتلتقطها من هنا ومن هناك نتحرك بسرعة كي نلتقط البرتقال؟ يا لها من طريقة عجيبة للتحرك بسرعة هنا وهناك والتقاط البرتقال اختاروا حركة من الحركات 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 هل سعتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة ونلتقط البرتقال؟ قنديل البحر المهتز القرض المتسلق الثالب المراوغ الثالب المراوغ أحسنتم هيا يا أصدقاء علينا أن نراوغ بسرعة مثل الثالب كي نتحرك بسرعة هنا وهناك ونلتقط البرتقال انظروا كيف أراوغ ديجي يراوغ مثل الثالب لنراوغ مثل الثالب يا أصدقاء ما زلتم في منطقة نور؟ رائع عندما أقول ثلاثة اجروا معي واحد اثنان ثلاثة جاري هيا نراوغ مثل الثالب المراوغ نريد أن نضع البرتقال في الصناديق ألا تعنينا في السلال؟ نعم لكن قد لا يجد سلة في منازلهم أوه هيا نعد مثل الثالب يجب أن ننقذ البرتقال المتساقط ونضعه في السلال واصل الجري يا ثالب أه اوه أحتاج إلى الطاقة اجروا معي يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون نعم أنتم تساعدونني أشعروا بطاقتكم طاقة نور القصوى لننقذ البرتقال اجروا بسرعة يا أصدقاء يجب أن نسرع قبل أن تسقط الثمار واصلوا الجري آه 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 احزنا جميع ثمار البرتقال التي في بستان إنسان الغار نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور هيا رقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا آه 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 هذا رقص رائع يا أصدقائي الباب الثاني انظري طائرة ورقية الطائرة الورقية ممتعة ورائعة لمواصلة الطريق موسد نحتاج إلى مفتاح آخر آه هل سعتموني؟ هذا رائع جداً قفوا مستقيمين كأنكم شجرة آه على أطراف الأصابع تمددوا 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 معي يا أصدقائي تمددوا معي ومدوا أيديكم اقفزوا نعم ها هو أشكركم يا أصدقاء لندخل من باب الطائرة الورقية هيا بنا هيا بنا انظروا إلى الطائرات الورقية هل يمكنني أن أجرب؟ لا وقت لتطييريها الآن يجب أن نعثر على الباب انظري ها هو هناك على الجانب الآخر هيا يا أصدقاء يجب أن نواصل الطريق آه 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 اسمحي لنا يا سيدتي آه لا أعتقد أنها تريدون أن نرحل هذا حقل الطائرات الورقية حيث تلعب صغار دبابة الكوالا لكن وحش العطس طيرها بعيدا ساعدوا معلمة صغار دبابة الكوالا في التقاط الطائرات الورقية لكن الطائرات عالية في الهواء كيف سنلتقطها؟ لالتقاط الطائرات الورقية العالية اختاروا حركة من الحركات الحركات هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نلتقط الطائرات الورقية العالية الدودة الملتوية الكنغر القافز عجل البحر المصفق الكنغر القافز أحسنتم هيا يا أصدقاء لكي نلتقط الطائرات الورقية في الهواء علينا أن نقفز 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 مثل الكنغر راقبوني ديدي يقفز مثل الكنغر لنقفز جميعا مثل الكنغر ما زلتم في منطقة نور؟ رائع عندما أقول ثلاثة اقفزوا معي واحد اثنان ثلاثة قافز اقفزوا يا أصدقاء عاليا مثل الكنغر اقفزوا والطاقة الطائرات الورقية واصلوا القافز اقفزوا يا أصدقاء اقفزوا عاليا أمسكوا طائرات صغار الكوالا الورقية مستوى الطاقة الخافض هيا يا أصدقاء اقفزوا ماي تملحونني الطاقة حين تتحركون ماي ويشاعوا صور الطاقة عندما تتحركون أمسكوا الخيوط اجذبوا الطائرات نقفز نقفز بكل قوة مام أنتم تساعدونني أشعروا بطاقتكم طاقة نور القصوى واصلوا القفز يا أصدقاء قفزات أخرى بقي الطائرة الورقية الوحيدة نجحنا يا أصدقاء التقتنا جميع الطائرات نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور هيا رقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا هيا يا أصدقاء رقصوا ماي هيا يا أصدقاء رقص رائع يا أصدقاء رقص رائع يا أصدقاء سنسمي كتنينا الغبار حا نضعت من جديد لا بد أن هذه من فضة الغبار التي تنظف أي شيء يمكنها الطيران عالياً وتنظيف أي شيء مهما كان وحدها وووو يجب أن نحتفظ بها يا ديدي من يدري قد نحتاج إليها اليوم الباب الثالث انظري وحش العطس أوه ليس موسادا حسنا يا أصدقاء لنمنع هذا العطاس المدمر المكان مظلم هنا مظلم ومغبر هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ إنه وحش العطس هذا هو هل هذا هو؟ كيف يعطس من في حجمه بهذه القوة؟ أوه لا يمكن لأن دعاه يفعل هذا أخبرنا الحكيم بأن شبكات العناكب هي التي تجعله يعطس لكن لا يستطيع الوصول إليها إذا عثر على شيء ينظفها به قد يتوقف عن العطس هذا هذا لا يا ديدي لا أريد أن أجرب منفضة الغبار العجيبة أحاول أن أفكر في شيء ما انتظروا معي منفضة الغبار الطائرة التي تنظف أي شيء يمكنها أن تنظف أي شيء وحدها أيها الزنين أنت عبقري جربها هيا الآن انظروا ماذا سيفعل يا وحش العطس قد تخلص بهذه من العطس نظفنا المكان يا خبر ليس مجددا وتخلص الآن وحش العطس من العطس إلى الآبد يا أصدقاء ديدي أنت ماهر في قد في فرات هناك وحش عطس آخر في المنطقة أعتقد أننا يجب أن ننظف القلع نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء فقد خلصنا وحش العطس من عطسه أشكركم كثيرا هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة أفضل رقصة من الرقصات نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم وقت رقصة نور هيرقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا ارقصوا يا أصدقاء تذكروا تحركوا ولا تتوقفوا أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحركون معي سنعطيك الطاقة يا نور ثوار الطاقة يشع عندما تتحركون نور 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 مغامرة نور قبل نواجه الصعوبات نحتاج للمساعدات أتحرك عندما تتحركون وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات أحتاج إلى طاقة التي تمدونني بها مغامرة نور مغامرة نور مغامرة نور هيا نتحرك جميعا مع نور طاقة نور القزوى النسخ هذا أمر عجيب أتذكر أن لدي نظرة شمسية انظري إلى هذا هناك أكثر من نسخة من دمية مفضلة وصيارات اللعبة يا أصدقاء لحسن الحظ أنكم هنا هناك من ينزخ نسخا كثيرة من أشيائنا ليس لدينا مكان لكل هذه اللعب يجب أن نعرف من الذي ينسخ كل هذه الأشياء شخص واحد يمكنه مساعدتنا الحكيم نعم ساعدوني في العثور عليه هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيرا علينا أن نتحرك كثيرا لننجح في هذا لنذهب إلى منطقة نور منطقة نور هيا يا أصدقاء أفسحوا مكانا أمامكم تتحرقون فيه أبعدوا اللعب من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم أفسحوا المكان في المنطقة هكذا نعم نحن مستعدون الاستدعاء الحكيم قفوا في منتصف منطقة نور أشير بإسباعكم في الهواء هكذا حركوه على شكل دائرة وصلوا اللف لوف 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 تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون هيا يا رفاق ستنجحون أشعر بطاقاتكم والآن الآخر لوف 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 سيأتي الحكيم الآن طاقة نور القصوى الحكيم نعم نجحنا يا أصدقائي لقد جاء الحكيم مرحبا ديدي ونور ماذا يحدث هنا لا تخبروني لا تخبروني لا أصدق ما أرى أحد ما ينسخ أشياءكم المفضلة كيف أعرف هذا؟ بالحكمة طبعا أتعرف من الذي ينسخ هذه النسخ؟ ترى من هو خلنرى كما توقعت كما توقعت إنه وحش النسخ وحش ماذا؟ من هذا؟ ينسخ وحش النسخ الأشياء التي يحبها لأنه يحب النسخ الكثيرا يسعد وحش النسخ كثيرا عندما يرى أكثر من نسخة جميلة هل تعني يا حكيم أن وحش النسخ سيستمر في نسخ أي شيء يعجبه في العالم؟ أخشى هذا يا نور يا أصدقاء، لن يتسع العالم للنسخ الكثيرة من كل شيء نراه أمامنا هناك حل لهذه المشكلة سنبحث عن وحش النسخ ونمنعه من نسخ كل الأشياء التي تعجبه للعثور على وحش النسخ، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب، لا أكثر ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث انظروا وحش النسخ ابحثوا عن الأبواب الثلاثة، وستعثرون على وحش النسخ أشكرك يا حكيم لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك سنبحث عن ثلاثة أبواب علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول هل أنتم في منطقة نور؟ رائع، عندما أعد حتى ثلاثة، اجروا معي واحد، اثنان، ثلاثة، جاري غرفة الأبواب هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني، هيا هيا يمكنكم السير أو الماشي، لكن لا تتوقفوا أوه، انخفض مستوى الطاقة اجروا معي يا أصدقائي سمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشيع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون اجروا جميعا، سيظهر الباب الأول طاقة نور القصوى اجروا يا أصدقاء الباب نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول انظري، بساط ليس بساطا عاديا يا ديدي، إنه بساط طائر أتشوق لرؤيته مو صد، نحتاج إلى المفتاح مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل سعدتموني؟ هذا أمر رائع قفوا مستقيمي، كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح تمددوا علي، مدوا أيديكم اقفزوا، أكسكنا بلمفتاح أحسنتم يا أصدقاء لندخل من باب البساط الطائر هيا بنا واو، نحن في مكان مرتفع هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك انظروا، أكثر من بساط طائر واو، لكن كيف سنصل إلى الباب الثاني هناك يا أصدقاء؟ هذا مهرجان البساط الطائر الرائع لقد كان وحش النسخ هنا هل تعرفون ما الذي أعجبه في هذا المكان؟ إنه البساط الطائر بالطبع لكن هناك المزيد، يجب أن تقفزوا من بساط إلى آخر كي تصلوا إلى الباب نقفز من بساط إلى آخر؟ كيف نفعل هذا؟ للقفز من بساط إلى آخر، اختاروا حركة من الحركات الحركات أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز من بساط إلى آخر ونصل إلى الباب الفيل والثقيل الفطوات الثعبين المنزلق الضفدع القافز الضفدع القافز، أحسنتم هيا يا أصدقاء، لكي نقفز من بساط إلى آخر علينا أن نقفز، نقفز، نقفز مثل الضفدع راقبوني يقفز ديدي مثل الضفدع أخضر لنقفز جميعاً مثل الضفدع ما زلتم في منطقة نور؟ رائع عندما أقول ثلاثة، اقفزوا ماء واحد، اثنان، ثلاثة، قفز اقفزوا يا أصدقاء اثنوا ركبكم، ثم اقفزوا عالياً لنقفز عالياً من بساط إلى آخر اقفزوا عالياً مثل الضفدع هيا، 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 اقفزوا معي وصلوا القفز واو، لا أعتقد أننا يجب أن نقفز على بساط واحد يديدي اقفز، اقفزوا يا أصدقاء اه، اه، احتجوا إلى الطاقة اجروا معي يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون أنتم تساعدونني، أشعروا بطاقتكم هيا، 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 هيا طاقة نور القصوى هيا يا ضفادة، اقفزوا قفزات أخرى قوية، ونصلوا إلى الباب نعم، نجحنا يا أصدقاء قفزنا من بساط إلى بساط نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور هيا رقصوا هيا، لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا أجل يا أصدقائي، اركسوا حا tung، هذا رقص رائع، يا أصدقائي الباب ثاني انظري طائر اللقلق يا له من زين مضحك أعتقد أنه زي البحارة يبحر البحارة على السفن لنرى إذا كان هناك بحارة من طيور اللقلق خلف الباب موسد نحتاج إلى مفتاح آخر هل سعتموني؟ هذا رائع جداً خفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أسراف الأصابع تمددوا تمددوا معي يا أصدقائي تمددوا معي ومدوا أيديكم اقفزوا نعم ها هو أشكركم يا أصدقاء لندخل من باب طيور اللقلق البحارة واو انظر إلى السفينة الكبيرة يا جيدي مزودة بالقلاع وكل شيء لا توجد طيور حسناً هل ترون الباب الثالث؟ انظري هو هناك على الجانب الآخر هذا أمر سهل واو الطيور تبدو الطيور كلها متشابكة الطيور تتدي زياً موحداً وتتحرك بطريقة واحدة هلأ أفسحتم الطريق؟ كيف سنصل إلى الباب الثالث وهذه الطيور تمنعنا من المرور؟ هذه سفينة تدريب طيور اللقلق تتضرب الطيور كي تكون من البحارة هذا أساسي وبما أنكم هنا ستتضربون معها افردوا ظهوركم وقفوا في الصف استعدوا للتدريب على المشية العسكرية عليكم جميعاً أن تقلدوا خطوات الطيور الكبيرة وستنجحون نقلد خطوات الطيور الكبيرة؟ كيف نفعل هذا يا أصدقاء؟ لتقليد خطوات الطيور الكبيرة اختاروا حركة من الحركات الحركات أصدقائي ساعدوني في اختيار إحدى الحركات أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقلد خطوات طيور اللقلق الكبيرة البحارة السمكة العائمة الزرافة ذات الخطوة الكبيرة القد المتسلل الزرافة ذات الخطوة الكبيرة أحسنتم لكي نقلد خطوات طيور اللقلق الكبيرة علينا أن نأخذ خطوات كبيرة 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 مثل الزرافة راقبوني ها؟ يخطو ديجي مثل الزرافة لنخطو خطوات كبيرة مثل الزرافة ما زلتم في منطقة نور؟ هذا أمر رائع عندما أقول ثلاثة أخطو معي واحد اثنان ثلاثة خطوة خطوة هيا يا أصدقاء لنبرد ظهورنا هكذا ونمد أرجلنا مثل الزرافة هذا يبدو رائعاً احترس يا ديجي لنخطو جميعاً خطوات كبيرة لنخطو مثل الزرافة هكذا خطوات كبيرة أهدجوا إلى الطاقة هيا أخطو معي مثل الزرافة تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون هيا أخطو خطوات كبيرة ارفعوا الأرجل والركب والأقدام عالياً في الهواء خطوات مثل الزرافة نعم أنتم تساعدونني أشعر بطاقتكم طاقة نور القصوى خطوات واسعة وكبيرة واحد اثنان ثلاثة أربعة لنخطو مع الطيور أو شكنا على الوصول لا أحد يتوقف يا أصدقاء نعم نجحنا يا أصدقاء خطونا عبر ظهر السفينة مثل الزرافة نجحنا يا أصدقاء بفضلكم وقت رقصة نور هيا رقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا هيا يا أصدقاء رقصوا رقص رائع يا أصدقاء ديدي لقد أعطاك المنظار لأنك أحسنت الأداء في التدريب ماذا ترى؟ نسخا كثيرة منك يا نور حقا؟ أريني أرى نسخا كثيرة من ديدي إذن إنه جهاز تعدد الألوان إنه جهاز تعدد الألوان يسمح لك برؤية نسخ كثيرة احتفظ به يا ديدي من يدري قد نحتاج إليه اليوم الباب الثالث وحش النسخ ليس موسادا هيا يا أصدقاء لنمنع وحش النسخ من نسخ كل الأشياء التي تعجبه أوه انظروا إلى هذا الكم من النسخ هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ وحش النسخ لكن إذا استمر في نسخ الأشياء لن يتسع العالم لكل ما سينسخه ماذا نفعل؟ نعرف أن وحش النسخ يحب أن ينظر إلى الأشياء التي ينسخها هل هناك شيء يساعده على رؤية نسخ من الأشياء دون أن يضطر إلى نسخها؟ هذا هذا لا يا ديدي لا يمكنني اللعب بجهاز النسخ الآن أحاول أن أفكر في شيء ما انتظروا جهاز النسخ الملون إذا نظر وحش النسخ إلى الأشياء من خلاله سيرى نسخاً دون أن ينسخ شيئاً أيها التنين أنت أبقري اذهب وجرب انظروا يا أصدقائي يا وحش النسخ يا وحش النسخ انظر ماذا معي أعتقد أنه أعجبه يا أصدقاء أحاول وعيش وحش النسخ في سعادة وهنائم مع من داره إلى ما تنظر يا ديدي؟ إلىيكي إلىي لكن كيف؟ لا بأس بالنسخ لكن لا شيء أفضل من النسخة الأصلية أعرف ماذا تعني يا جيدي أنت أفضل صديقة حقيقية في العالم وأنت أيضا يا جيدي وأنتم كذلك يا أصدقائي نجحنا في مهمتنا اليوم منعنا وحش النسخ من نسخ الأشياء التي يحبها أشكركم جدا هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة أفضل رقصة من الرقصات نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم وقت رقصة نور هيرقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا ارقصوا يا أصدقائي تذكروا تخرقوا ولا تتوقفوا أبدا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة